إذا المهمة الأولى انتهت بنجاح المهمة التي لم تكن سهله على المنتخب علاش لاو؟ احنا لعبنا ضد الأرجنتين وضد الحكم ولكن في الأخير كره القدم أنصفت الأسود على المجهود والمباراة الكبيرة اللي قدموه عارفك غتكون شفتي العديد من المقاطع على هذا اللقاء ولكن انت الآن تشاهد قناة يعني غي تشوف الأمور بطريقه مختلفة وبتفاصيل أكثر غي نهضر على المباراة وعلى اختيارات طارق تيوي وأنصاف بعض اللاعبين بالأرقام واللي قدموا مباراة كبيره في صمت وفي الأخير غن تعرفوا على الخصم ديالنا القادم وعلى الوضعي ديالنا في المجموع اللي أصبحت مشتعله بعد فوز العراق على أوكرانيا لكن قبل عندنا تحدي اليوم نوصل هذا المقطع خمسة ألف لايك وإلا كنت جديد معنا ما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناة ودابا نبداو على بركها الله أولا هذا ماشي مجرد فوز أو ثلاث نقاط بل انتصار تاريخي وفك عقده لازماتنا لمده طويلة هذا أول فوز في تاريخ المنتخب الأولمبي في أول مباراة من دور المجموعات في الأولمبيات عمر ما سبق لنا ربحنا المباراة الأولى وأيضا هذا أول فوز لنا على منتخب ثيني في مباراة رسميه تاريخيا وأول فوز تاريخيا على الأرجنتين لتحقيق هذا الإنجاز خاصك تدخل بأفضل تشكيله ممكنة ودكشي اللي دار المدرب طارق سكيتيوي بالأسلوب ديال هالمعتاد المتوازن إرعاه جو ثلاثا واحد يرى المحمدي في حراسه المرمى واللي كان له الدور الكبير في الحفاظ على النتيجة واكد إن الاختيار دياله في الغائمة كان قرار صائب جدا مهدي وكامير وللعزوزي كقلب دفاع لكن تتخيل أن العزوزي التحق بالمنتخب يومين فقط قبل المباراة ولعب في مركز ماشي دياله ومع ذلك قدم مباراة كبيرة ما شاء الله قرار صعب يحتسب لطارق سكيتي ويصراحه باش ترجع لعب خط وسط كقلب دفاع لأول مرة حال هذا اللقاء خاصك تكون مدرب شجاع والأمر الإيجابي إنه خوالك مركز في خط الوسط واستفدت من عنصر آخر في مركز عندك فيه لاعبين بزاف وكلهم مزيانين المهمة العزوزي خرجوا بأصابة خفيفة وإن شاء الله المباراة القادمة يكون واجد قراراً آخر مفاجئ من طارق سكيتو فيما يخص الأظهره في المباراة الودي قبل هذا اللقاء دار أشرف حكيمي كظهير أيسر وزكريا الوحدي كظهير أيمن لكن يبدو أنه ما اقتنع به التوضيح لذلك شفنا حكيمي في المركز دياله الأصلي ظهير أيمن وزكريا الوحدي لأول مرة كيلعب كظهير أيسر ونجح في المهمة أما في خط الوسط لعب بمحورين وهم أسامه تير غالين وأمير ريت شارليسون تير غالين كان واحد من أفضل العناصر في هذه المباراة وسكت جميع المنتقدين اللي معقبهمش الوجود دياله في التجمع الأخير في المنتخب الأول رفق هالريكراكي ما شاء الله لعب تسعين دقيقه كاملة استلم الكره ثلاث رانين مره تمريراته الصحيح بلغت نسبه 24 و 200 وقدم تمريرتين دقيقتين لعمق الملعب للمهجمين وربح أغلب المواجهات الثنائي أما الأمير مدخلش في المباراة من الأول ودار أخطاء اللي دازت على خير لكن شوية بشوي بدك يدخل في الأجواء وشفنا اللمسات دياله الفنية واسترجاع الكرات والمشاركه في البناء بطريقته الخاصة الأنيقة أمام تير غالين وأمير كان الخنوس أمامهم كصانع لاعب رقم 10 في المستوى صراحه وبتحرك دياله جاء الهدف الأول صراحه بلال كعش كيكون أفضل أما في الهجوم وبدون فلسفه حط كل عنصر في المركز دياله الأصلي والأفضل حالياً دخل الياس أخو ماش كجناح أيمن واللي كان أحد نجوم اللقاء لاعب تيسيام وفنسين دقيقه استلم الكره خمس واثين مرة تمريراته الصحيحة وصلت نسبه خمس يم وفنسين في مياه لكن التمريره السحري اللي قدم في الهدف الأول كتبقى من عالم آخر أيضاً تحصل على ضرب جزاء غادي نرجع لها من بعد أما الجهه اليسرى كان فيها الياس بن صغير واللي نقدر نقوله ما كانش في نهاره ولكن رغم ذلك دار تحركات مزيانه في الجهه اليسرى وكان كيقلب على حلول وخلق إزعاج كبير لدفاعات الخصم ولكن كنظر منه أكثر من هك لا شك في إمكانياته وغون أفضل في المباراة القادمة وأخيراً سفيان الرحيمي في المقدمه كقلب هجوم واللي ماشي فقط سجل هدفين بل قام بإدوار دفاعيه كبيره والضغط على دفاع الخصم في حاله البناء وأمر آخر عجبني واللي كنا افتقدوه في المنتخب هو ذاك الذكاء الكروي مثلاً كيفاش كان كيضحك فاش كيكون الخصم ضاغط علينا وكيخلي الزملاء دياله يرتاحوا وأيضاً يستفز الخصم وكيخرجهم من المباراة وكيخلي يدير ضده تدخلات خشنة وكان ممكن يخرج أوتاميندي بالخبرة دياله الكبيره بابطاقه حمراء لولا الحكم اللي ضروري غنرجعوا نهضوا عليه وغنقولوا عليه كلامه مهم المهم كتشكيل أساسية كانت مزيانة لكن كان واضح إنها خصوا الانسجام أكثر لذلك ما كانش مستوى جيد في عشرين خمسة وعشرين دقيقه الأولى وكانوا خطاء في التمرير الحمد لله إنها دازت بسلام ولكن مع الوقت بدينا كن شاهد تحسن وتحكم أكبر لنا بالكره وبعض الحلول من الأطراف وفرضنا إيقاع العالي على الأرجنتين الشيء اللي خلنا نسجل الهدف الأول واللي جاء في أفضل توقيت ممكن وفي سيناريو مزيان لينا بالتسجيل قبل الدخول إلى غرفه الملابس أي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين هدف رائع صراحة ودار فيه بلال الخنوس خدمه كبيره بدايه بالثنائي دياله مع أشرف حكيمي بعدها التمرير الأخ ماش والدخول إلى منطقه الجزاء أخ ماش بدوره قدم تمريره سحريه لبلال اللي غيه أزراسه وغي دير سكان وغي مرر لسفيان الرحيمي وهنقو سفيان في التمركز الصحيح والحيس التهديفي العالي اللي عنده وهكا قدر نسالي الشوط الأول بأفضل طريقه الشوط الثاني كان تحسن واضح في أداء المنتخب من بعد ما خداو اللاعبين أثقه الكامله وطارق سكي تيوي صحح بعض الأمور منها التمركز ديالأمير اللي كان سيء في 45 دقيقه الأولى وبأن بشكل أفضل وقدم للإمام وما بقاش واقف حدا تير غالين بدون أي إضافة تذكر المهم المستوى كان أفضل وحتى الهدف الثاني أيضا جافي بي وقت رائع جدا في الدقيقة 99 بأسرار وذكاء من أخه ماش اللي تحصل على ضربه جزاء في الأول الكره كانت في يد أشرف حكيمي وكان واضح أنه هو اللي غادي ينفذها ولكن في الأخير الرحيمي هو اللي تكلف بها لا أعلم وإش كان أمر من سكي تيوي أو أن أشرف حكيمي منور رأسه خلاها للرامي ولكن ما كان الحال المهم أن هذا قرار صائب وإيجابي جدا المباراة كانت غادية في صالح المنتخب حتى أننا كنا ممنزيد هدف آخر في عدة هجمات مرتدة ولكن للأسف دخلنا في 20 دقيقه الأخيرة في اللعب ديالهم البدني وأبعاد الكرات بعشوائيه والتراجع المبالغ فيه للخلف وهذا الشي تماما اللي كانوا كتساناو الأرجنتين بشي طلعوا للأمام بأكبر عدد ممكن من اللاعبين ويدير رده فعل قويه فعلا نجحوا في تسجيل الهدف الأول ولكن كانك نقول إن الوقت سينتهي قريبا وما بقت إلا دقائق قليله وتنتهي المباراة ولكن كانت فاج وفي وقت بدل ضائع يقدر في 15 دقيقه وقت كان كافي للأرجنتين إنهم يعدلوا النتيجة وذاك الشي اللي وقع في الدقيق ميكا وخمسطعش وبعدها دخول الجماهير وتوقف المباراة هنا كنا نعتقد أن المقاب له سلاد والحكم سرق من الانتصار ولكن بعدها جاءت الأخبار بأن المباراة لم تكتمل وكانت غير محبوسة وغادي تكمل بعد اتفاق كل الأطراف والحمد لله بعد العودة الهدف تم الغاؤه لوجود لليل واضح وبعد أكمال المباراة لمده ثلاث دقائق أضافيه أعلن الحكم السويدي في الدقيقة 188 نهايه المباراة بانتصار المغرب على الأرجنتين لأول مره بجوج الواحد ولكن رغم ذلك اللي كنا غن تعرضوا لظلم تحكيم آخر بحال هاكراه مشكل كبير صراحه وكي يعى مجهودات اللاعبين من غير ديك 15 دقيقه الكاملة ضاف فراه الحكم عطى فقط بطاقتين صفراء على الأرجنتين والبطاقة الأولى كانت حتى دقيقه ثم ذلاثين على فرنانديز رغم أن تدخلاتهم كانت عنيفة بحال لقطه الخنوس الضربة كانت عنيفة في البطن دياله ولكن مرت بدون أي بطاقة وكانوا يرتكزوا على القوه في الالتحامات والتهور في الانزلاقات اللي وصل عددها لثلاثة وعشرين انزلاق منها الدخول الخشن بالقدمين على ياسين كشطة وفي المقابل المغرب عطاهم ست بطاقات صفراء على أقل تدخل ولا نقاش بسيط من اللاعبين بدون مراعاة أن كثره البطاقات غد يتثر علينا في الأدوار القادمة إن شاء الله الحمد لله أن اللاعب رقم 12 للأرجنتين وهو الحكم مقدرش يوقف العزيمة ديال الأبطال ويسرق النتيجه مننا اللي كانت مستحقه جدا بفضل اللاعبين والمدرب والحكم فاش أصر على أكمال المباراة وألغاء الهدف الثاني للأرجنتين ره ماشي حبا فينا التسلل كان واضح جدا والقرار كان في محله كون مرجعش للفار وخلى المباراة تنتهي بتعادل كان مم يحاسب على هذا الهدف كخلاص في المنتخب بأنه بمستوى جيد لكن صدقوني غيكون أفضل في المباراة القادمة لأنه غدا يكون انسجام أكثر المهم أنه ملامح منتخب قوي بأنت وحتى اللاعبين متحدين بيناتهم وبأغين يدير شيء إنجاز تاريخي أما المدرب بأنه عنده أفكار طبقها على أرضيه الميدان ونجح فيها مخصناش نكروه هالشي قرارات مهمة تأخذها وكانت حاسمة في هذه المباراة اللي نتمنى هو إصلاحه ما يمكن إصلاحه والاستمرار بنفس الرغبة لا أظن نطاريك سكي تيوي غادي يغير التشكيلة الرسمي غتب أمام هي لكن بتعديلات تكتيكي دابا نتعرف على المنافس القادم اللي غان واجهه في المباراة الثانية من دور المجموعات وهو المنتخب الأوكراني اللي خسر اللقاء الأول ضد العراق بجوج لواحد أوكرانيا منتخب كي بقى أقل منا بكثير لا من ناحيه الأسماء وأيضا على المستوى التنظيمي من خلال ما شاهدناه في المباراة ديالهم الافتتاح تحي وعندهم مشاكل دفاعي واضحه أمام العراق دخلوا بالشكل التكتيكي أرأرب أربع جو وكيع تمدو أكثر على الكرات الثابث والكرات العرضية واللاعب الهوائي عامة وكيتميزوا فيه وهذه النقطة خاص ننتبه لها ونوجد لها مزيان خصوصا أننا عانينا مع الأرجنتين في الشوط الثاني في هذه النقطة الكرات الهوائي بالإضافة أنهم ما عندهم شي خبره في هذه المنافسة وهذه أول مشاركة لهم تاريخيا في الأولمبيات نعم خسرنا ضدهم يوم 22 مارس بينطاليا بتركيا في مباراة وديه وفازوا عالينا بهدف نظيف لكن كانت أول مباراة لسكيتيوي كمدرب للمنتخب الأولمبي وبمجموع لاعبين مغايره على هذه عموما على الورق فإحنا أفضل بكثير منهم ولكن لا يجب التقليل من المنتخب الأوكراني ويجب على اللاعبين إنهم يدخلوا لهذه المواجهة بنفس الروح والجديه اللي شفناها ضد الأرجنتين أكيد الطاقم الفني الآن كي يخدم على الأخطاء اللي درنا ونقاط الضعف ديالنا وإن شاء الله نكونوا أفضل من المباراة الأولى وبين قوسين لا أقول إن المباراة غتكون سهلة لكن كمقارن وبذاك الشي اللي شفنا في المباريات الأولى رأيحنا أفضل منهم وقادرين أن فوزه المهم بعد فوز المنتخب على الأرجنتين وفوز العراق على أوكرانيا المجموعة ولت معقدة والمنافسة ستشتعل الآن الأرجنتين غا تقلب على انتصار باي طريقه على العراق وأوكرانيا كذلك غا تقلب على أول انتصار وممكن الحسم في المتهلين يكون حتى الجوله الثالثة المهم المباراة غتكون يوم السبت على الساعه الرابعة شكرا لكم محبي همزة زوبيري على المشاهدة واللي عنده أي سؤال مرحبا بكم في التعاليق حمزة يحييكم إلى مقطع قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر